اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا كلام نصج وراء الطاولة خلف الطاولة شو يعني؟ يعني واحد قاعد حبي بده قضية يشغل فيها الناس لانه بعد ما حدا عم يحكي برئاس الحكومة اللي بيحكي هلا وقبل ما تتحدد بشكل الحكومة عبيبت قبل ما تتحدد خريطة القوى السياسية بمجلس نواب ما فينا نقول رئاسة الحكومة فيها اشكالية واحد اتنين حسب التوقعات من الخصم والصديق انه سعد الحريري هو المؤهل لتشكيل الحكومة المقبلة نعم ولكن الحديث عن تثبيت التوقيع الشيعي انه مشروع مشكلة بالحكومة الجديدة هذا الامر اولا يخضع للنقاش او سيخضع للنقاش الامر التاني انه ما في بقى مجال لتثبيت مواقع يعني ومنحها لهذه الطائفة او تلك في حين تتعاقد الامور يجب العودة الى الدستور او واتفاق الطائف اتفاق الطائف لا ينص على اعطاء حق توقيع وزارة المالية لطرف شيعي لا ولا طرف سني وبالتالي هاي بدي يكون فيها مداورة بين كل الفرقاء حسب تشكيل الحكومة يمكن يطلع واحد شيعي هل بتقبلوا بالمداورة مثلا انه يكون وزير من حزب الله بالخارجية؟ لشوه حزب الله لانه هيدا السؤال كم المقومة حزب الله يقدر معنى ان يكون وزير خارجية من حزب الله اذا مسؤول العلاقات الدولية بحزب الله ما عنده الا بابين بدق عليهم باب سوريا وبيب ايران وشوي فنزويلا شو بدي يعمل لما يكون وزير خارجية من حزب الله؟ انه يعني هن يضع لبنان بالمحور يلي هو بشوفه ومناسب فيه اي والاطراف الاخرى في لبنان يعني صمهم بكمهم عميهم ما عندهم دور ما عندهم كلمة اعتقد هذا الناس مكتوب لملء الفراغ بصفحة بالجريدة وبالتالي اثارة الاشكالات على موضوع ليس مستحقا بعد بوقت اللي بيقول الامن العام للحزب انه هو سيكافح الفساد ويعد المواطنين او اللبنانيين انه هن رح يركزوا اهتمامهم على الفساد هل فيه غمز من قناة كمان حقيبة معينة بالحكومة المقبلة؟ كيف بده يكافح حزب الله الفساد؟ يعني لمن كان يوجه؟ بده ياخد الحقيبة المعطاط للطويني بتاعت مكافحة الفساد لا مين هون عم بيوجه الاسهم بحديثه عن مكافحة الفساد؟ ما بعرف بس انا باعتقد يعني اللي بده يحارب الفساد بده يبدأ بنفسه اولا اللي ما معروف على المستوى الرسمي معروف على المستوى الشعبي والكلام عن الفساد يعني اهل بعلبك الهرم اللي بيحكوا فيه وفي يافطات اتعلقت تحدد الفاسدين واهل البقاع يعرفون من هو الفاسد وبالتالي اذا كان فيه مكافحة الفساد يجب ان تكون هذه المكافحة ان تبدأ اولا باعطاء القضاء استقلاليته الكاملة واعطاء القضاء حق التصرف المالي بمعنى ان هذا القاضي يجب ان لا يحتاج الى اي مدخول غير مدخوله وبالتالي العودة الى صون الدولي يكون بترك القضاء يبني نفسه مجددا وعندها حين نتحدث عن الفساد نكون فعلا نريد مكافحة الفساد انا لا ابرق احدا من الفساد ولا اتهم كل الناس بالفساد ولكن في ريحة ما بتتخبى بالبلد ما في حدا ما بيحكي عن الفساد معنى ذلك انه الفساد واصل لكل الطبقات الاجتماعية وكل الفئات السياسية من هو الفاسد؟ خلينا يعني لازم تتشكل حالة للقضاء على الفساد لانه اولا يضر بالاقتصاد ثانيا نحن دول العالم اللي بدأ ترعى سمعت البلد اللي صار هلأ بمرتبة متأدمة بين الدول طبعا اللي فيها فساد يعني موقعنا بالفساد اهم من موقعنا بترتيب كرة القدم بين الاتحاد الدولي يعني بكل احوال يجب ان ينتهي هذا الفساد بان اولا نعطي القضاء يعني حماية المالية الكافية والاستقلالية الكافية وعدم التدخل فيه شاهدنا بالفترة الاخيرة يعني تناحر بين وزير العدل والقضاء وهذا امر غير مقبول لما يكون وزير العدل محامي وزباعا في القضاء المجتمع الدولي عم بيتفرج علينا يعني الوقت بيشوف كل هذه الاتهامات وكل هذا الكلام عن محاربة الفساد والاتهامات بالحملات الانتخابية كيف بده يتشجع بكرة بمؤتمر ساد ستين يساعد انه يعني يعطي لبنان كل هذا ما حدا بيعطي المال لا اي طرف بهذا المستوى من الدعم من دون ما يكون عين الرخابة لديه مصلط على هذا الفريق ما فينا نحنا هذا يعني عملنا باريس الاول والتاني وهلأ سادر ما فيها تضل دول العالم تطلع علينا نحنا نصحق المساعدة من دون ما نكون نحنا يعني نصحقا نحترم قدراتنا وبالتالي ملح تبدد لن تبدد هذه الدول اموالها في لبنان لمصلحة فئات اجتماعية قادرة على نهج المداخيل الاتية او الاموال الاتية الفساد امر من الامور التي يجب معالجتها في اسرع وقت ممكن لان تضرب سمعة البلد والعالم ليس غائبا عن متابعة التفاصيل اذا نحنا حكينا مع ماكرون وقال ما مع خبر الفساد بس اكيد فيه عند ماكرون او غيره فيه اجهزة تراخب وتصدر تقارير لمن يجب ان يعرف اذا البلد فيه فساد او لا حتى وقت اللي بيقول الرئيس سعون وبينقول عنه البطريارك الراعي انه البلد مفلس نعم هذه العبارة بحد ذاتها منها يعني وقعها سلبي بيكون قدام اللبنانيين بدرجة اولى والمجتمع الدولي هي وقعها سلبي بس الفساد كمان وقعه سلبي على الحياة العامة نحنا يعني رئيس الجمهوري رجع وضح او مكتبه الاعلامي وضح زميلنا رفيش لالة اصدر بيان بيقول فيه انه مكان هذا هو القصد من الكلام انا بعتقد انه لم يكن القصد من الكلام ما حدث ولكن الكلام في مكاني هناك اختراب من الافلاس على مستوى البراء هو رئيس الحرير الشهر الماضي قال نجونا من المشهد التجربة اليونانية صحيح لم ننجو بالمطلق بعدنا مهددين اذا سمر الوضع على حاله طبعا سنصل الى مواصلة اليونان اليوم فيه اجتماع بباريس تحضيرا لمؤتمر سادر سؤل لازاريني عن سبب الاهتمام الى هذا الحد بلبنان بيقول انه دعم استقرار لبنان وازدهاره مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي وبالوقت نفسه لضمان نتيجة نجحة لمؤتمر سادر يجب على الحكومة اللبنانية ان تعجل ببرنامجها الاصلاحي لتمكين جميع المؤسسات اللبنانية سؤال الاول ما السر او ما سبب هذا الاهتمام من المجتمع الدولي الى هذا الحد بلبنان يعني الغرب ينظر الى لبنان نظرته الى ابن بعيد عن اهله لانه لبنان تاريخيا متل ما كان يقول المغفور له منح الصلاح هو تحدي الشرق للغرب بيروت تحدي الشرق للغرب كيف يمكن ان يكون هناك بلد في الشرق لديه مزايا دول الغرب لبنان هو النموذج تانيا لبنان هو على يعني ضفط على ضفاف المتوسط بيروت هي المدينة الاخيرة اللي فيها تنوع ديني كانت اسكندرية مع مرور الزمن اسكندرية خف واختفى منها التنوع الديني الامر الثالث يعني يعز على الغرب ان يدخل لبنان في معمعة الفوضى التي تعيشها سوريا والعراق ودول اخرى في المنطقة وبالتالي هم حريصون على لبنان ولكن ايضا مطلوب ان يبين اللبنانيون مدى حرصهم على وطنهم بوقف هذا النزيف تحت عنوان الفاسد ما قدت على ذكر النزحين ما انه بند رئيسي كمان من اسباب الاهتمام العالم بلبنان هيدا بند يعني يتقدم على غيره لانه النزحين السوريين هي قنبلة موقوطة تهدد اوروبا قبل ان تهدد لبنان لحد الان لبنان قادر يستوع بهذه القنبلة وان يطوق اذاها اذا هناك من اذا وانحنا منعرف انه الغرب راح على المانية 19 السوري يعني طار عقلهم الالمان انه فكروا انه في ازمة عندهم صار طب لبنان اللي عندهم مليون ونصف اذا طبعا هذا كلام فوق اسطوح اذا فتحت الابواب امامهم للهجرة وانحنا مقبلين على فصل الصيف يعني البحر صار هادي فيهم يروحوا بالبحر باقل يعني المخاطر الممكنة وبالتالي الغرب يهمه يهمه انهاء موضوع السوريين النازحين السوريين يهمه من جهة ايجاد حل انهاء الوضع بداخل سوريا ولكن ايضا لملمت الكوارث الناجمة عن وجود السوري الهائل في لبنان بيقول لازارين انه لبنان بده يساعد كمان بدوره بتطبيق برنامجه الاصلاحي لتمكن جميع المؤسسات من ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي المبني على دولة فاعلة شفافة وديمقراطية هذا البرنامج الاصلاحي بالطبع سيكون اكيد بالحكومة الجديدة هو على رأس جدول الاعمال شو ابرز ما يجب ان يتضمنه يعني شو المقصود بس نقول برنامج الاصلاحي برنامج الاصلاحي ما في اصلاح من دون احترام القوانين وبالتالي نعود نعود الى النقطة الصفر الحد من دور سلاح حزب الله في الداخل والخارج ما في اصلاح وفي قوى داخل المجتمع اللبناني قادرة تغير بتطبيق القوانين وتفرض قوانينها على الاخرين وتجعل من الدولة حارس على الدولة هذا اول عنوان بالاصلاح الشفافية طبعا بدي يكون فيه شفافية بس قبل الشفافية القانون احترام القانون لا دول دولي مثل فرنسا فجأة يلقى القبض على عمدة مدينة ليون هي صارت بالثمانينات او بالتسعينات وهو من انجح يعني العمدة بالمدن والبلدات الفرنسية يلقى القبض عليه لانه وظف ناس ما له مكان بالبلدية جاك شراك حوكم لانه وظف توظيفات وهمية هلأ ساركوزي توقف نص الموضوع تمويل ليبي لحملتون تمويل ليبي لحملتون اذا احترام القانون هو البند الاول في الطريق شرط ان يسرع على الجميع اكيد مش كمان نرجع نوقف في محل لا لا مش معلوم لما نقول تطبيق القانون احترام القانون نعني فيه انهاء هذا الشذوذ والشواز بالقانون يعني ما بيصير انا اتوقف بتهمة رمي عخب سيجارة من السيارة وفيه فلان مهرب مخدرات او كابتاجون بتوقف يومان وبيطلع انه ما هو اولا هذا بلد صغير ما فيش يبتخبه كل الناس بتعرف كل الناس شراكة بين القطاع العام والخاص صدر قانون فيها وهذا يفترض ان ينشط الحياة الاقتصادية بالبلد يمكن المطلوب قوانين تنظيمية ما بعرف فسنو هذا خطو كتير كبيري وبعتقد يسجل للرئيس سعد الحريري هذا الموضوع وبالنسبة لمؤتمر بروكسل ما هي اقصى التوقعات من هذا المؤتمر؟ فيه نية غربية جدية لمساعدة لبنان المشكلة ليست عند الدول التي تريد ان تفاعد لبنان المشكلة عند لبنان كيف يبين انه اهل لطلق المساعدة وانفاقها على وجهة صحيح واستخدام مردوداتها من اجل البلد اليوم الوزير مرعب بحديث للشر الأوسط اضاء على مشكلة جديدة تتعلق بهؤلاء النازحين وهي رفض النزام انه يعيد بعض الاملاك لنازحين عادوا الى بلدهم بحجة ان لا اوراق تؤكد ملكيتهم لها وهذه الاوراق معظمها سرقت او احرقت خلال المعارك بتعتبرها مشكلة حقيقية منذ البداية كان واضح ان النظام يريد ان يدمر كل السجلات وان يفرض تغييرا ديموغرافيا بسوريا وفيه كلام كتير عن انه الايران ترسل ايرانيين بياخدوا جنسية سورية وصوتهم بسوريا وهذا له علاءة المشروع الايراني المشروع الهلال الفارسي الهلال الفارسي طبعا وهذا يعني طبعا تحت موضاء القتال والسلاح والبيانات تمر المؤامرة روايدا روايدا بدون ان ينتبه احد هو قال بايحال وزين ملابينو في جهد هلأ لتأمين كل الاوراق القانونية بالتعاون مع المفوضية مفوضية الامم المتحدة لشؤون الولايين هذا سيد اولي اهدي بتعني الناس اللي عنا فيه بداخل سوريا تهجير داخلي اكتر من التهجير الى لبنان يعني ملايين انتقل سكنها وبالتالي السجلات والوفاق اللي هي منها انفرماتيزة مش داخلة على الكمبيوتر وراءه خطئيد اذا لم تصم وما بعتقد كان فيه اكتر بعد الفاصل هل نحن اذا احرب وشيكة في المنطقة وكيف بتشوف المشهد بالمنطقة يعني بشكل عام لحظات وانا اعود اشتركوا في القناة